وأعود إلى ضيفي من القاهرة أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام أستاذ أشرف أعتذر على المقاطعة ولكن كما سمعنا من المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى الوضع الكارثي في دير البلح نعود للحديث عن فصل الجبهات أستاذ أشرف يعني دعيني أقول لك أن من المفارقات أن إسرائيل هي التي ترفض الأمن فصل الجبهات تصرب عن حكومة نتنياهو مؤخرا أنه يدرس وضع شرط لوقف العدوان على لبنان هو أن تقوم حماس بإطلاق صراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم رغم أنه يعني يبدو أن هناك مواقف إيجابية من حزب الله وأنه نتيجة المشاورات والاتصالات التي أجراها مع الحزب السيد نبيه بيري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل الشعية وأيضاً اتصالات التي يجريها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والجانب الفرنسي وغيره أنه هناك تطور أنه حزب الله قد يوافق على يعني وقف الحرب وفصل المصارات حتى لا يعني يتضرر اللبنانيون أكثر من ذلك بعد أن نزح ما يزيد عن مليون ونصف المليون لبناني ومئات الألاف راحلوا في اتجاه سوريا لكن في المقابل المعلومات الوردة من إسرائيل تقول أنه نتنياهو هو الذي سيصر على استمرار الحرب حتى تقوم يعني استمرار الحرب على لبنان حتى تقوم حماس في غزة بإطلاق صراح الأسرة الإسرائيليين أيضاً اليوم هناك حديث عن أنه الرئيس الأمريكي بايدن في اتصاله الأخير مع نتنياهو طلب منه وقف قصف بيروت ويعني يبدو أنه بالفعل هناك التزام بهذا الكلام اليوم لكن لا أظن أنه الأمر سيستمر ونحن نعلم نتنياهو دائماً وأبداً لا يلتزم بوعد وسيبحث عن هدف ويحاول أن يصيبه قصة ربط المصارات أو ربط الجبهات للأسف جاءت بشكل سيء على غزة لأنه هناك في غزة من تصور أنه عندما تتسع الحرب وتدخل أطراف أخرى مثل لبنان أو العراق أو سوريا أو إيران فأنه هذا سيؤدي إلى تنازل إسرائيل وإلى وقف العدوان على غزة لكن من الواضح أنه ربط المصارات أعطى الفرصة لإسرائيل لزيادة الضغط على غزة وزيادة الإرهاب الذي تمارسه ضد القطاع وللأسف هي تحظى بمساندة أمريكا كالعادة وبدلا من أن تضغط على إسرائيل لإخاف هذا العدوان الحديث يدور الآن عن أنه أمريكا سترسل بطاريات ساد هذه البطاريات المفترض أنها شديدة الفعالية في مواجهة السواريخ الباليستية وسواريخ الكروز وغيره سترسل بطاريات وسترسل خبراء أمريكيين لتشغيل هذه البطاريات وبالتالي رغم الكلام عن المصارات وفصل المصارات إلا أنه العدوان مستمر وإسرائيل تحاول استغلال هذه القضية وتحاول زيادة الدمار في غزة تحت دعوة أنها تريد أن تقضي على كل أعداءها في آل واحد هل من الممكن فعلا أن تقضي كما يتحدث نتنياهو منذ بداية الحرب وبداية العدوان على قطاع غزة كانت الأهداف منها القضاء على الفصائل الفلسطينية والمقاومة وأيضا تحدث عن بأن هذه الحرب لن تستغرق طويلا وهذا العدوان وهو سيصل إلى أهدافه بتحرير المحتجزين وغيرها من الأهداف المعلنة للعدوان على قطاع غزة ولكن كما نرى إلى اليوم لم يتمكن إلى الآن من تحقيق أهدافه وبدأ يتحدث عن أهداف أخرى إذن أستاذ أشرف في ظل هذه الأهداف التي تحدث عنها نتنياهو ولم يحققها إلى الآن وبعد ذلك عدوانه على لبنان بالإضافة إلى فتح أكثر من جبهات كثيرة مفتوحة وجيش الاحتلال لم يعتد على هذه النوع من الحروب والتي تستمر إلى فترات طويلة هل سيتمكن من مواصلة العدوان على أكثر من جهة لبنان قطاع غزة فتح جبهة أيضا في الضفة الغربية وهذه أيضا جبهة لم يصلت عليها كثيرا الضوء ولكن أيضا يقوم بالاعتداء نتنياهو بشكل كبير إذن إلى متى سيتمكن من مواصلة كل العدوان على كل هذه الجبهات يعني هو بإمكانه أن يواصل العدوان إلا إذا مارست الولايات المتحدة دورها المفترض أنها أكبر قوة في العالم والدولة التي تدعي أنها تدافع عن السلام وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية إذا مارست المفترض الوجبات المنوطة بها دفعت نتنياهو الوقف العدوان لكن أمريكا تشجعه وهو يعتقد أنه يحقق انتصارات على الأرض لم يكن يتخيلها نتنياهو ادعى في البداية أنه يدخل جزة لكي يقضي على حماس ويسترد الأسرة ولكن منذ اللحظة الأولى لم يسعم نتنياهو لاسترداد الأسرة وإلا لكان قد بدأ بالتفاوض وانتهت القضية لكنه استخدم ورقة الأسرة حجة لتدمير جزة واستخدم ورقة حماس حجة لتدمير جزة هو كان يعلم أنه حماس موجودة في الأنفاق وليست هي الموجودة في البيوت والشوارع وما إلى ذلك ومع ذلك استهدف البيوت استهدف المدارس المستشفيات أماكن العمل كل المنشآت بلا استثناء لتدمير جزة واجعلها مكان غير صالح للحياة الآن تم حشر سكان جزة في حوالي 20% من مساحة القطاع وقيمت منطقة عزلة في الجنوب يعني تقريبا الآن رفح تتحول إلى منطقة عزلة كل الحدود الشرقية بدءا من رفح وصولا إلى بيت حنون أصبحت منطقة عزلة بعرض 2 كيلو تقريبا بطول أكتر من 40 كيلو محور نتساريم الآن عرضه يقترب من 4 كيلو في طول 6 كيلو علاوة على ما يتم الآن في الشمال إذن هو وضع أهداف لكنه لم يعمل على تحقيقها وإنما عمل على تحقيق ما هو أسوأ وهو تدمير غزة والقضاء على سكانها وكي الوعي حتى لا يفكره في المقاومة مرة أخرى في لبنان يعني في البداية دعا أنه يريد أن يبتعد حزب الله عن الجنوب أو أنه يريد أن يتوقف حزب الله عن إطلاق السواريخ في اتجاه مستوطنات شمال إسرائيل شمال الأراضي المحتلة لكن واضح من العمل على الأرض ومن خطط النزوح ودفع السكان للخروج أنه لا يدفع الناس للخروج في اتجاه الليطاني ولكنه يدفعهم لنهر الأولي وبالتالي هو يوسع دائرة المنطقة العازلة التي يريد أن يقوم بإنشاءها في لبنان استهدف بيروت بشكل غير مسبوك استهدف الضحية الجنوبية بشكل غير مسبوك لا يعتبر أنه التهديد القادم سواء من اليمن أو من العراق أو من سوريا تهديد حقيقي لأنه يعني أمريكا تتكفل بالعراق هو يعني يمارس البلطجة على سوريا بشكل دائم اليمن نادرا ما تصل مسيارة يمنية إلى إسرائيل وبالتالي يتم التصدي لها الخطر الأكبر الذي يواجهه هو إيران وهو يريد أن يستغل التعاطف الأمريكي معه ويوجه لإيران ضربة كبيرة إذن حتى الآن هو يستطيع أن يفتح جبهات وللأسف الشديد الدعم الأمريكي في العام الأول للحرب قلل من المصاريف الإسرائيلية إسرائيل لديها نعم أستاذ أشرف احتياط نقدي هذا العام 200 مليار دولار وإجمال ما أنفق على الحرب في العام الأول حوالي 26 مليار دولار من 550 مليار دولار هي ميزانيتها إذن أشكرك أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام على كل هذه التفاصيل كنت معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر